اعتداء حوثي على مطار يبهى في المملكة العربية السعودية اسفر عن اصابة ستة وعشرين مدنيا تحالف دعم الشرعية في اليمن تعهد بالرد الصارم على الاعتداء بما يتوافق مع القانون الدولي وذلك وسط موجة تنديد عربي ودولي واسع لا تجد ادنى حراج اخلاقي في الاقرار بجارمتها فتتبنى ميليشيات الحوثي بتباهن مسئوليتها الكاملة عن الهجوم الذي استهدف مطار ابهى المدني جنوبية السعودية ليصيب مقذوفها الذي زعمت وسائل اعلامها انه صاروخ كروز ستة وعشرين شخصا من جنسيات مختلفة جميعهم من المدنيين في تفاصيل الاستهداف وفق تحالف دعم الشرعية في اليمن سقط مقذوف في صارة القدوم بمطار ابهى الدولي اي ان الهجوم استهدف بطريقة ممنهجة الاعيان المدنية والتي تعنى بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الانساني ما حدث قد يرقى وفق تحالف دعم الشرعية في اليمن الى جريمة حرب وبصمات ايران حاضرة كالعادة في كل هجمات المتمردين وفق التحالف العربي الحادث يؤكد حصول المتمردين على اسلحة نوعية جديدة كما يثبت استمرار النظام الايراني في دعم الارهاب العابر للحدود غير ابهن بكل القرارات الدولية ذات الصلاة حلقة جديدة في سلسلة الجرائم الحوثية المستمرة يؤكد تحالف دعم الشرعية في اليمن انه لن يقف مكتوف اليدين امامها بل سيتخذ وفق تأكداته اجراءات صارمة وعاجلة وانية لردع المتمردين والمحاسبة ستطال المخطط والمنفذ بما يتوافق مع القانون الدولي الانساني وقواعده العرفية يقول المتحدث باسم التحالف العربي معنا من رياض الباحث في العلاقات الدولية سيد سامي المرشد ومعنا من جدها الباحث السياسي والاستراتيجي الدكتور علي الخلاقي اهلا بضيوفي في المساء هذه الليلة ابدأ مع السيد سامي المرشد سيد سامي عملية ارهابية كبيرة ضد المدنيين في المملكة العربية السعودية استهداف لمطار ابهى الدولي يعني بكل المقاييس عملية ارهابية ربما ترقى الى جريمة حرب كيف تم النظر فيها داخل المملكة العربية السعودية كيف راقبت هذه النظرة ايضا لهذه العملية الارهابية على مستوى الاقليم والعالم بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بك اخ ماجد ولضيفك الكريم وللمشاهدين والمشاهدات الواقع ان يعني لا جديد في استراتيجية نظام الولي الفقيه في ايران هو يستخدم عصابة الحوثي لتكليفها بالقيام بمهامه القذرة ويعتقد انه يستطيع التخفي خلفها ويقول هؤلاء هم اليمنيون من قاموا بذلك ولكن هذه لا تنطلي على احد هم جربوا باستهداف ناقلات النفط في قرب سواحل الامارات العربية المتحدة وايضا ضرب مضخات النفط للانبوب النفطي في المملكة العربية السعودية والان يصعدون بجريمة حرب واضحة المعالم يعني محددة الاركان لا يستطيع احد ان يتحداها عندما يعني يستهدفون مباشرة صالة المسافرين في مطار دولي في جنوب المملكة العربية السعودية في مدينة ابهى وهم يعلمون ذلك ولكن يجب ان لا ننسى انهم اطلقوا اكثر من 220 صاروخا باليستيا خلال الاعوام القليلة الماضية لاستهداف المدن السعودية الاهلة بالسكان باوامر مباشرة من الحرس الثوري الايراني لذلك يعني هنا الوضع واضح جدا ان ايران المخنوقة بالعقوبات الاقتصادية والحشود الامريكية وقد افلست لم تستطع الان ايجاد اي مبررات او حيل او كذب اعتادت ان تقوم به كل هذه الاعوام تحاول جرب دول المنطقة الى حرب مفتوحة في اليمن او غير اليمن لتبعد الانظار عن مشاكلها ولتجلب اهتمام واعلام الدولي على مشكلة لكن كيف تم النظر لهذه الضربات على المطار مطار ابها الدولي داخل المملكة العربية السعودية كيف تناولها الشارع كيف تناولتها يعني الاطراف سواء الحكومية او الشعبية هناك نعم اخي الاطراف الحكومية بالضبط واضحة في هذا الموضوع منذ عدة سنوات وهذا الاستهداف للمدنيين في مطار ابها طبعا مرفوض ومدان وقالت قوات الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية بانها سترد ردا حاسما ومباشرا وستؤذي الحوثيين بشكل غير مسبوق هذه المرة ولكن ايضا الشارع الشارع السعودي طبعا غاضب جدا وينظر ويتوقع اجراءات حاسمة سواء من الشرعية او من التحالف او من المجتمع الدولي يعني لو لا تهاون المجتمع الدولي انظر ماذا يحصل في الرياض هذه الايام من زيارة مساعدة الامين العام او نائبة الامين العام للشؤون السياسية ومحاولة اقناع القيادة اليمنية بقبول المبعوث جريفتس الذي يعني انحاز الى الحوثيين وتساهل معهم هذه نتيجة عبث الامم المتحدة وتهاونها مع عصابة ارهابية وتعاملها معها وكأنها سلطة امر واقع مما شجع الحوثيين على الاستمرار بهذا الوضع ولكن طبعا الغضب شديد في المنطقة ليس في السعودية فقط والاجراءات ستكون حاسمة واعتقد ان بعد هذا الاستهداف المباشر لا تستطيع اي دولة في العالم ان تحاول ان تغمض عينها عن ارهاب ايران وارهاب الحوثي واعتقد انه سيكون هناك اجراءات ستغير من مجرى الاحداث يعني هذه العصابة لا تفهم الا لغة القوة الان المملكة العربية السعودية والامارات والشرعية والتحالف في حل من اي حجج اممية او من بعض الدول الكبرى بالتحجج بالامور الانسانية ويجب انه يعاقب الحوثي بشكل واضح سنصل الى هذا موضوع الرد وكيف سيكون شكله واساليبه انتقل الدكتور علي الخلاقي دكتور علي يعني هذه اول مرة نرى استهداف لمطار مدني وفعلا مثل هذا الاستهداف وكما قالت المملكة العربية السعودية المقذوفات وصلت هذا المدنيين طبعا الحمد لله كلهم خرجوا من المستشفى لم يكن هناك وفيات لكن باعتقادك ما هو هدف الحوثيين او هدف يعني طبعا الايرانيين الذين يزودونهم بالسلاح في هذا التوقيت بالذات تحية لك لضيفك العزيز الاستاذ سامي وللمشاهدين الكرام لا شك ان اختيار مليشيات الحوثي الارهابية لهذا الوقت قد جاء في ظل النجاح الذي حققته القمم الثلاث في مكة والتي كانت نتائجها واضحة وادانت التدخل الايراني السافر في الشؤون اليمنية والعربية بشكل عام وما هذا الفعل وهذه المليشيات هذه النبتة الشيطانية الا بفعل تدخل الايراني والدعم الذي يصدره ملالي ايران في ضمن منهم انهم يصدرون ثورتهم التي يدعون انها اسلامية ونرى افعالهم اليوم تتجسد باستهداف موقع مدني امه العديد من الركاب من الشيوخ والنساء والاطفال وبغض النظر عن الاصابات والحمد لله التي كانت طفيفة الا ان الضرر النفسي والمعنوي الذي لحق المسافرين والمتجهين الى المطار ربما كان اكثر اثرا من فعل هذه الضربة التي اختارت ايضا ان توجهها لتقول لانصارها انها ما زالت تمتلك مصادر القوة ونحن هنا نتساءل من اين لهذه المليشيات مثل هذه الصواريخ وهذه القدرة على استخدامها لا شك ان اصابع ايران والدولية التي ما زالت ترعى هذه المليشيات وربما تقدم لها ايضا الدعم عبر تهريب مثل هذه الاسلحة الجديدة والنوعية التي لم تكن حتى في قوام القيش اليمني السابق الذي نهبت هذه المليشيات اسلحته ومعداته وخزنت العديد منها في جبال صعدة وبقية الكهوف التي ما زالت تحت سيطرتها في المناطق التي تتحكم بها ولذلك اعتقد ان الاثر الذي ينبغي الان ان يكون رد فعل على هذه القريمة النكراء التي ترتقي الى مصاف الجرائم الحرب ينبغي ان يكون بنفس القوة وربما اكثر ردة فعل حتى كسر شوكة هذه المليشيات التي عاثت فسادا وهددت ليس فقط القيران في المملكة العربية السعودية وانما ايضا حتى في الداخل اليمني حيث نرى استخدامها لاسلحة محرمة في الهجوم الذي تقوم به على المناطق الجنوبية المحررة وكذلك ما نراه ايضا من تهديد للملاحة الدولية وهنا ينبغي على التحالف العربي وقوات الشرعية ان يتم تفعيل بقية الجبهات التي ما زالت نائمة غير متحركة حتى تشمل هذه المليشيات وتشكت جهدها العسكرية في المحور القادم سنخصص هذا الحديث عن مسألة التطورات العسكرية كيف ممكن يكون هناك اثار عسكرية وردود عسكرية لكن باعتقادك اليوم هل الموضوع يعني فعلا مع هذا الاستهداف وصول هذا المقدوف كما قالت المملكة العربية السعودية هل هذا يشكل خطرا ليس فقط على المملكة ولكن على الاقليم بشكل عام وصولها تعديها مثل الدفاعات الجوية وما شابه هل وصلنا الى نقطة في مسألة الوجود الحوثي في اليمن الى مرحلة خطيرة جدا باعتقادك دون شك بقى قوة مثل الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة بيد مليشيات ارهابية هو بحد ذاته خطر كبير لا ينبغي ان يتم القبول به ولذلك اعتقد ان هذه المليشيات لا ترعى اي حرمة ولا تضع بالا لردود المجتمع الدولي لانها مجرد مليشيات ارهابية لا يهمها ردود الافعال ولذلك فهي لا تضع اي اعتبارات لردود الفعل الدولية ولا حتى الاقليمية او المحلية بل انها تزداد غيا حينما تجد نفسها انها قادرة على توجيه ضربات مثل هذه الضربة رغم كثافة الضربات التي كما اشار الاستاذ سامي انها بلغت اكثر من 226 صاروخ على مدى السنوات الماضية الا اننا حينما نرى ما النتائج العسكرية التي حققتها من جراء هذه الضربات نجد انها لم تحقق شيئا باستثناء الارهاب المعنوي والنفسي للمواطنين لانها لم تصل الى اهداف عسكرية والدليل على ذلك مطار ابهى المدني الذي لا يمثل هدفا عسكريا حتى نقول انها حققت بعض ما تدعي من ضربات عسكرية لاهداف عسكرية نعم دكتور علي سيد سامي ابقوا معي ونذهب الى تحليل معمق طبعا حول ما يحدث وما حدث من هذه العملية الارهابية ضد مطار ابهى الدولي اذ يرى مراقبون ان الاعتداء الحوثي على مطار ابهى دليل جديد على الدعم الايراني لمليشيات الحوثي وامدادهم باسلحة متطوئة اعتراف صريح بارتكاب عمل ارهابي في حق مدنيين هكذا باتت تتعامل مليشيات الحوثي غير مكترثة بقوانين للنزاعات والحروب الهجوم الذي استهدف صالة القادمين في مطار ابهى اعترف الحوثيون بتنفيذه باطلاق صاروخ مجنح من نوع كروز في وقت لا تزال تؤكد قوات التحالف انها تدقق في نوعية المقذوف العسكري لكن لا ينفي ذلك ان مليشيا الحوثي اصبحت تستخدم اسلحة متطورة لم تمتلكها من قبل مثل الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة بدون طيار وبدون صانعها وداعمها الاول النظام الايراني لا يمكن للحوثيين ان يمتلكوا هذه الاسلحة المتطورة اذ يؤكد مراقبون ان ايران تستمر في تهريب السلاح الثقيل للحوثيين في اليمن لابقاء جبهة الحرب مشتعلة من خلال بحر العرب وخليج عمان وغيرها من الممرات تعبر السفن الايراني المحملة بالاسلحة لتصل للاياد الحوثية عبر موانئ البحر الاحمر اليمنية مما يبرر تعانوتا مليشيا الحوثي في تنفيذ بنود اتفاق ستوك هولم الذي ينص على تسليم الموانئ للسلطات اليمنية الدور الايراني لا يقف عند الامداد بالسلاح والاموال بل يمتد للتدريب وادارة العمليات فقد كشف التحالف العربي مرارا عن وجود سفن ايرانية في البحر الاحمر تدير العمليات النوعية التي يتم تنفيذها بالطائرات المسيرة مما يعني انخراط خبراء ومتخصصين ايرانيين في ارض المعركة ومثلما يفتح الهجوم على مطار ابهى الكثير من التساؤلات عن الدعم الايراني لمليشيا الحوثي يضع الهجوم المجتمع الدولي والامم المتحدة امام مسئولية كبيرة تحتم عليهم وقف اعتداءات الحوثيين بحق المدنيين معي من جديد من الرياض الباحث في العلاقات الدولية سيد سامي المرشد ومن جدة الباحث السياسي والاستراتيجي الدكتور علي الخلاقي سيد سامي يعني رأينا ايضا ردود فعل داعم للمملكة العربية السعودية شاجبة لهذا العمل الارهابي سواء دول يعني في المنطقة دول عربية وغير عربية ايضا باعتقادك هناك دعم يعني هل ممكن ان يكون يتبلور رد فعل موحد ضد هذه المسألة هل ممكن ان نرى خلال ايام القادمة ايضا اريد ان اسألك عن رد المملكة العربية السعودية يعني هناك غضب كما قلت في الشارع ومثل هذا الغضب ربما يتحول الى عملية عسكرية او عملية سياسية حتى هل هناك شكل لهذا الرد باعتقادك نعم اخي العزيز بالنسبة للعصابة الحوثي يعني ثبت بالافعال قبل الاقوال وكما ذكر ضيفك الاخ علي واتفق معه انه للمرة الاولى في التاريخ تجد عصابة ميليشيا لديها صواريخ واسلحة يعني تصل الى مسافات بعيدة سكوت المجتمع الدولي على ذلك بحد ذات علامة استفهام كبيرة يعني هذا خطر على المملكة وعلى المنطقة وعلى العالم اولا الرد السعودي سيكون حاسما وسيكون عسكريا من خلال قوات دعم الشرعية والتحالف كما ذكر الناطق باسم التحالف وانا لا اشك في ان هذا الرد سيكون مزلزلا وقويا اما الرد الثاني وهو في الواقع الذي تتحدث عنه كل الاوساط منذ فترة طويلة ماذا على المجتمع الدولي ان يقوم به الان هذه جريمة جريمة حرب واضحة لا يستطيع المجتمع الدولي يعني غض النظر عنها المجتمع الدولي يجب ان يتخذ قرارات ويتخذ مواقف واجراءات حاسمة لايقاف ايران والحوثي من هذه العمليات اخي ماجد قبل اسبوع عندما اشتد الضغط على نظام الملالي في ايران صرحوا جهرا انهم سيستخدمون الحوثي وان الحوثي سيكون ذراعهم الاول في هذه الفترة وليس حزب الله في لبنان نعلم ان سياسة ايران واستراتيجيتها وانا اعرف ان الوقت ضيق ولكن ايران سياستها ان تزرع ميليشيات في الدول العربية في مناطق مختلفة زرعت حزب الله واستخدمته في سوريا عندما احتاجت له زرعت الحوثي في اليمن وهي تستخدمه الان عندما احتاجت له زرعت ميليشيات في العراق وستستخدمه لا قدر الله ضد الدول المجاورة مستقبلا هذه هي السياسة الايرانية هي لا تخفيها هي تتباهى بها هي تقول انا سأهاجم ناقلات النفط سأهاجم دول الخليج ولكنها توصل رسالة لاسرائيل وللولايات المتحدة الامريكية وتأمل ان يستوعبوها وهي ببساطة انني لا اريد ان اؤذيكم انا لا اريد ان احارب اسرائيل لا اريد ان احارب الولايات المتحدة الامريكية انا اريد فقط ان اعبث بامن السعودية والدول العربية هذا تعتقد ايران انها تستطيع ان تفعل ذلك وتظلل المجتمع الدولي وتفعل ما فعلته للعقود الاربع الماضية ولكن اعتقد وهنا اجيب على سؤالك ان المملكة العربية السعودية وحلفائها لن يسمحوا لذلك ان يستمر طويلا يجب ان تتخذ اجراءات سياسية ودبلوماسية على مستوى المجتمع الدولي حازمة وصريحة وواضحة وتسمح بانهاء عصابة الحوثي واعادة الشرعية لليمن دون تحجج او تدخل من هذه القوى بالتسويف واطالة امد الحرب في اليمن هذا اولا ايضا ايران المملكة العربية السعودية تعمل معه نعم يعني هناك ضيق في الوقت واقعا نريد ان انوع من المحاور دكتور علي الخلاقي دكتور في الجانب العسكري يعني هذا السلاح الذي طبعا قال الحوثيون انها صاروخ كروز وهي عبارة احد انواع الصواريخ المجنحة لكن التحالف العربي العقية التركي المالكة قال هو مقذوف من سلاح يعني متقدم تم تزويده من قبل ايرانيين للحوثيين هل هناك معلومات حول هذا الصاروخ لماذا لم تعترضه منظومات مثل الباتريوت والمنظومات الاخرى في تقديري ان ادعاء المالكيات الحوثية بان الصاروخ المجنح هو من نوع كروز ربما هو لاتباهي بامتلاكها مثل هذا السلاح الامريكي الصنع ولكنها في الحقيقة تستخدم صواريخ ايرانية كما اتضح في كل الحالات المشابهة لاطلاق مثل هذا الصاروخ ولذلك اشار الناطق باسم التحالف العربي تركي المالكي الى انه يجري التحقق من النوعية المقذوف الذي لا نستطيع ان نجزم بنوعيته ومدى فعاليته لكننا نستطيع ان نحكم من الاثر الضعيف لو كان بقوة صواريخ كروز لكان لا سمح الله قد احدث اصابات بالغة وتدمير اكبر مما تم حيث كانت الاصابات طفيفة وشملت ثلاث نساء وطفلين واصابات اخرى تم معالجتها لذلك فان الادعاء بامتلاك صواريخ مجنحة ذات فعالية كبيرة هو للتباهي بامتلاك قوة صاروخية ذات فعالية امام انصار هذه المليشيات لشحد هممهم المعنوية وهذا ما تقوم به هذه المليشيات التي نراها تهزم في مواجهات كما هو حادث في جبهة الضالع هذه الايام امام قوات المقاومة الجنوبية والحزام الامني والعمالقة وتدعي انها تحقق انتصارات مزيفة وحتى انها تسيطر على مناطق هي في الواقع قد انسحبت منها مهزومة ولا تعترف بقتلها الذين يموتون ويلقون حتفهم بالعشرات وهذا ما كشف عنه العديد ممن تم اسرهم وكذلك اعتقد ان ما تدعيه من امتلاك مثل هذه القوة يكشف لنا خفايا ايضا من ان هذه المليشيات ما زالت تمتلك مثل هذه الاسلحة سواء في كهوفها ومخازنها او عن طرق التهريب التي تصل اليها من اسيادها في ايران وبمساعدة قوى دولية لا شك ان لها مصلحة في ابقاء هذه المليشيات وهذا دكتور علي هذا سؤال مهم جدا دكتور علي هذا سؤال ايضا مهم لابد من طرحه في حلقات قادمة هي مسألة كيف يتم تهريب هذه الاسلحة وبهذا الشكل يعني على العموم لم يعد لدي مزيد من الوقت اريد ان اشكر ضيوفي من جدة الباحث السياسي والاستراتيجي الدكتور علي الخلاقي ومن الرياض الباحث في العلاقات الدولية سيد سامي المرشد شكرا جزيلا لكم